لليوم الثاني على التوالي ومع إطلاق توجيه للقيادات الصدرية بالتواصل مع القواعد الشعبية ومن ثم الحضور الجماهيري الفاعل في شوارع النجفة هكذا أثار حراك زعيم التيار الصدري الحديث بصوت مرتفع في الأوساط السياسية بما شكل حالة ترقب لما قد يفاجئ به الصدر المشهد كما فاجأ بهذا الحضور الخطوة المفاجئة التي وإن لم تكن واضحة بقرار عودة التيار لمعترك العملية السياسية إلا أنها حملت لغة تفهمها الأحزاب السياسية من حيث القوة التي يتمتع بها التيار الصدري والتأثير الجماهيري إذ لم يؤثر غياب عامين عن المشاركة السياسية على رصيد الجمهور الصدري تماما كما استطاع إثباتها وبكل جدارة في التفوق العددي بالمقاعد البرلمانية عندما استحوذت كتلته على 73 مقعدا في البرلمان آنذاك المنافسة القوية تتضح كذلك في قدرة تأثيره على الجيل الصاعد بحسب توجيهاته للتواصل المستمر معهم وهو ما يلمح بحسب مختصين لرصيد انتخابي قوي في حال عزم الصدر على المنافسة الديمقراطية من جديد كذلك تؤمن أحزاب وقوى سياسية على تميز التيار الصدري بأن جماهيره رهن الإشارة وهو ما قد غاب عن جزء من أحزاب أخرى عانت تفكك مؤيديها كما عانت تماما تقلب مواقفها وأهوائها السياسية وهو ما أعطى رصيد إضافيا وقوة دفع جديدة وجيدة وعالية للتيار خصوصا قربه من جماهيره ومن الطبقات الشعبية والفقيرة